حيث دعت بلجيكا وزراء الاتحاد الأوروبي للاجتماع لمناقشة هجمات بروكسل في حين حذرت دول أوروبية والولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى هناك وسط تشديد الإجراءات الأمنية في المدن الأمريكية والأوروبية يأتي ذلك في وقت تجري السلطات البلجيكية حملة بحث واسعة في كافة أنحاء البلاد بعد أن تبنى داعش التفجيرات الثلاثة التي وقعت صباح أمس في مطار زافنتين ومحطة قطار مولانبيك في العاصمة بروكسل مقتل وإصابة العشرات في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار بروكسل الدولي والذي تبعه انفجاران في محطة المترو القريبة من مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل هذه التفجيرات كانت متوقعة والكل كان يعلم أنها سوف تحدث ولكن كان السؤال متى وبالتأكيد هذا الشيء مؤسف جدا مثل ما ترون هناك هجوم على مدينة بروكسل ولكنني أشعر بالأمان وغير خائف من أي شيء على أقل تقدير ليس الآن ولا أعتقد أن هذه التفجيرات لها علاقة بأي ديانة فقط بعض المتطرفين وهؤلاء يمثلون أنفسهم استنفار أمني وأعلان حالة التهديد الإرهابي هو الإجراء الذي اتخذته السلطة البلجيكية بعد وقوع هذه الاعتداءات ودعت مواطنها التزام الهدوء والبقاء في المنازل خشية من وقوع انفجارات أخرى وكانت ردود أفعال المواطنين هي المطالبة باتخاذ إجراءات أكثر جدية من قبل الاتحاد الأوروبي لمنع حدوث مثل هذه الهجمات أعزي عائلة الضحايا وأوسيهم وأتمنى الشفاء للجرحة ونأمل أن يعم الأمان والاطمئنان وأن يعيش الجميع بخير وسلام الاعتداء الإرهابي قرب البرلمان الأوروبي هو مؤشر خطير على أن الإرهاب قد يصل إلى دول أوروبية أخرى ويجب التعامل مع هذه الأزمة بصرامة أكثر أحمد علي قناة الآن بروكسل